السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتمنى تكونوا باي خير على خير وبصحة جيدة اليوم جبت معكم واحد الوصفة اللي هي خاصة بالشعر شحال هذي متكلمناش على الشعر واليوم ان شاء الله غدي نتكلمو لكم على وصفة ديال الشعر الوصفة ديال الشعر اللي هي خاصة بالشعر اللي كي طيح والشعر اللي بغاد شعرها يطوال كتطول الشعر وكتساعد على الشعر اللي كي طيح ما يطيح شقاع المهم خذكم تعرفوا بان الشعر كي طيح بزاف ديال اسباب كتخلي الشعر يطيح الشعر كي طيح بالنقص ديال بزاف ديال فيتامينات الي كان عندك النقص ديال فيتامينات بي والدي وبزاف بزاف مهم الاساس فيها بعدها هي بي والدي واكتري الفيتامين دي اللي كتعاني منه كل مرأة كتعاني من نقص دياله ولكن عندك النقص ديال فيتامين دي بزاف كيبقى الشعر يطح بزاف وزيديها كذلك زيديها كذلك الأعصاب إلا كانت السيدة كتعصب كتعصب بزاف عند مرض الأعصاب حتى هي كذلك كتطيح الشعر والحمل والحمل ديال السيدة كذلك ولي كتكون المرحة عاملة ولها ديالت يطح لها الشعر كذلك تردى كتح لها الشعر بزاف ديال أسباب ولمؤثيرات الخارجية ذلك اللي كانت استعملوا الشامبوان أكثر ديالت بالشامبوان راه ولا مدير بزاف الشعر 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 التغذية لا تغذية نقص في التغذية لا تغذية الأسباب متعددة بزفزف الأسباب متعددة وأنا أذكرت لكم منها غير بعض الأسباب ولهذا جبت لكم هذه الوصفة لديكم أي سبب من هذا الأسباب هي تقضي عليه بصفة نهائية تعرفوا بأن الثوم لها فوائد عديدة للشعر لكل شيء مقوية للمناعة الثوم معروفة خاصة بالشعر تمنع تساقط الشعر لدينا هنا الزعتر شوفوا معي هذا الزعتر جديد جديد هذا الزعتر لحب الورقة تكون خضرة لا تكون كحلة الزعتر ماشي كحلة وكتقيته بين يديكم يقدر الصوت هنا لدينا آزير شوفوا معي آزير آزير كل شيء يعرفوه وإكليل الجبل إكليل الجبل كي يعرفوه أصحاب الدول الأخرى هنا الزعتر الزعتر هذا اسميته الزعتر من طبيعة الحال كنتعرفوني أنا كنتستعمل الزيت البلدية اللي هي حرة ماشي الزيت البلدية نزورها شوفوا معايا الزيت البلدية اللي هي حرة الوصفة السهلة سهلة سهلة بزاف غير ما بغى تدير هاد الوصفة هادي المهم هاد الوصفة هادي هو أننا غادي نخلطوا المقادير كاملة في واحد القرعاء وغادي نسدوها بسرعة ديك القرعاء نسدوها بسرعة وغادي نخلوها أسبوع كامل أو أكتر كلما جلست واحد لمدة طويلة كلما كتعطي المفعول ديها ماشاء الله تشمي رحة ذلك الزيت كتلقى ذلك الزيت الرحة دياله فيها الأعشاب المنسمة الأعشاب وطلقت لك ذلك المادة ديالها في ذلك الزيت وماشيت قوت كل شوية تحلوا القرعاء لا إلا حليت القرعاء رأس زيوت الطيارة كالطير إلا بغيت تستعملوا منها ستكبوا جمع القاتب بسرعة وتسدوا القرعاء بسرعة دائما الزيوت الأعشاب وطلقت لك وطلقت القرعاء لأنه إلا تفتحت ودخلت هذا الأكس يتأكسدوا ومشي المفعول ديالهم تبقى الزيت الطيارة وطلقت القرعاء ونصحكم القرعاء لم تتجدوا لها قاة حتى الزيت السمانة سنهز منها ججل المعالقات بسرعة ونصد القرعاء بسرعة حتى الزيت سنتجدوا ونصدوا بهم ونصدوا بهم ونصدوا بهم ونصدوا بهم ونظروا بها تقريبا ساعتين ساعتين اشتركوا في القناة 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 قرعة صغيرة قرعة صغيرة قرعة صغيرة قرعة صغيرة اما انتم لا تريد ان تعمروا القرآة حتى الهناية ولكن ضربوا المقادر المهم هاد الوصفة هادي غادي تديروها تقريبا ساعتين ديروها جسوية للشعر ديالكم وتخلوها تديرو على ميكا وتديرو على شعركم وتغسلوا الشعر ديالكم مراها سوف تحسوا بوحد ديروها جمرة في السمانة ثلاثة منين تبغوا دخلتوش ديروها سوف يبقى تمنع التساقط ديال الشعر والشعر كيزيد ما شاء الله كيطوال راكم عافي انتم غانية في السيلينيوم كتطول الشعر ومزيانة في تساقط الشعر وبصحتكم وراحتكم اتمنى تديروها التجريبة هادي اللي انا كنجيب لكم من اي وصفة اللي نجيبها لكم اللي هي مجربا مية في المية درنا احنا وداروها موادنا ومواد موادنا ومواد موادنا وشكرا لكم على اللايكات ديالكم لا تنسوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي شكرا لكم اخ cortيانر